هاجم عدد كبير من طلاب السنوية العامة المطالبين بإلغاء امتحانات السنوية والاكتفاء بامتحانات القدرات للكبول بالجامعات الإعلامي عمر أديب مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر ووصف تصريحاته بالاستفزازية ويرجع هجوم الطلاب الغاضبين على الإعلامي عمر أديب إلى تصريحاته بأنه لانية لتأجيل امتحانات السنوية لهذا العام خاصة وأن التعليم عن بعض سابت فشله وهو ما اعتبره الطلاب هجوما عليهم وعدم دراية بأبعاد الأزمة التي يعاني منها العالم كله ويناشد الطلاب الرئيس الأب الإنسان عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمتهم خاصة بعد تجاول وزير التربية والتعليم له ناشد بعض طلاب جروب تأجيل ثلاثة سنوية رئيس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في بيان مشترك وقاله إلى الرئيس الأب إلغاء لجان الامتحانات بقياس القدرات ناشدكم منها كارسة لو أجريت الامتحانات يمنع كارسة كورونا وأن العالم اللي بيمر بحالة هلع وتخوف من تفاشي فيروس كورونا واستمرار لنجاح مصرو بشكل كبير في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأنه سريع الانتشار بشكل غير مسبوك ولابد من تطبيق الحجر المنزلي للجميع بما فيهم الطلبة مع تقليل نسبة الموظفين في كافة الجهات العامة والخاصة ولكن لو تم ذهاب الطلبة والمعلمين والعملين بالعملية التعليمية لأداء الامتحانات وتم الاستهتار من بعض المسؤولين بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة فما بالك بالقطاع المصري في مصر من شأنه أن يعرض حياتنا كلها للخطر والاستهتار ينزر بكارثة وتكرار سيناريو إيطاليا فلذلك نرجو من سيادتكم اختيار الحل الأمثل من الآتي الاقتراح الأول عدم إرغام الطلاب والطالبات والمعلمين والعملين بالعملية التعليمية وذهبهم لأداء الامتحانات في الفترة الحالية حتى ينتهي من أزمة فيروس كورونا مع دعم كامل للطلبة وترتيب المناهج لهم من خلال القنوات أو أي وسيلة أخرى وضرورة أعطاءهم فترة كافية للمذاكرة لأن مرة أيام فيروس كورونا كلها كانت إشغال وضيع وقت للجميع برجاء عدم الحديث عن ذهاب الطلبة لأداء الامتحانات في هذه الفترة الصعبة والغلق الفوري للمدارس والمباني التعليمية مع تكسيف أعمال التعقيم والتطهير بكافة مدارس الجمهورية الاقتراح الثاني نرجو إلغاء الامتحانات الصف الثالث الثانوي وعمل بحث متقدم أو اختبارات القدرات وهذا يفيد للتحول الرقمي في التعليم من السهل اختيار وقياس وتقييم الطلاب بسرعة وبشكل عادل وإذا كانت وزارة التربية والتعليم غير قادرة ومن الممكن تختار الاختيار الأول مع العلم أنها أنفقت مبالغ كبيرة في تطوير التعليم في حالة عدم قبول الاقتراحات الأول والتاني وتم زهاب الطلبة لأداء الامتحانات وتم انتشر المرض بين الطلبة ومن ثم الأسرة من سيكون المسؤول ونموهين إلى الخوف عليهم مع عدد الطلبة كبير ودول عملاقة تدهور بها الحال وقطاع الصحي والطب في مصر والعالم مازال في حالة طوارئ ولطف الله حتى الآن بمصر والإجراءات العلمية والاحترازية الحقيقة اللي قامت بها الدولة كانت سبب في أن يحول دون انتشر المرض بشكل مؤذي حافظ الله مصر اشتركوا في القناة